النهاردة على السوشيال ميديا برضه وعمر تعالى نستعرض بعض البوستات اللي هي بتبين أن الأمر في مصر ومصر وحدها هو الذي لا يمكن السيطرة عليه طب نشوف أول حاجة بتاع الأسعار هتزيدها تزيد ده ممكن يعرضه لنا بعد إذنكم على الشاشة كده نشوفه تحت بيقول الأسعار هتزيد هتزيد واللي عنده حاجة أحفظ عليها لأن الرسوم الشحن زادت 500 المير الكونتينر من الصين كان بـ 800 دولار أصبح 4600 وزادة قادمة بالمناسبة ده رأي منطقي يعني هو رأي سليم وصحيح لكن هل الزيادة دي بالنسبة لمصر فقط؟ هل رسوم الشحن كانت بالنسبة لمصر فقط؟ هذا سؤال مهم ليه إحنا في البوستات اللي إحنا نستعرضها أو الكلام اللي إحنا نستعرضه هناك دس السم في العسل يعني زي ما يقول هو بيمرر بوست صحيح وجواه يريد يعني يضمر سوء لإصارة أو يعني تسخين تسخين حسنك أنت لوحيد اللي في العالم اللي أنت في العالم اللي هيحصل لك معيني أنا هابقى أنا أفضل الأوضاع في العالم بالنسبة لمجارة في واحد يقول ارتفاع الأسعار في مصر خلال 24 ساعة من 40% تقريباً الغار مفرض لأقوبات على الشعب المصري ولا يصنون ده بقى استثراف ما هو برضو من ضمن الأفكار اللطيفة إن هو يحط بوست فيه ضحكة وفيه نكتة وقال لك 40% أنهي أسعار أي أسعار التي ارتفعت 40% لا أخذ بالك معلش بقى من حاجة معلش يا جماعة أسباطنا عليها لو جينا بصينا على توقيتها التويتا دي ما طلعتش النهاردة ولا مبارح لما الأسعار زادت طلعت إمتى بقى؟ دي طلعت بعدها بعد حرب البسألة بيوم يوم 25 فبراير الساعة 2 الظهر يعني في تاني يوم للعمليات يعني ده واضح إن منهج بيترجم من تاني يوم أخرى هو منهج بدأ يتم تداوله على صفحات المواقع التواصل من يوم الحرب بالليل مش ده غريب؟ هو بالنسبة قبل ما تحصل أي غلاء خالص في العالم هو بالنسبة طبعا هو أي حرب فيه إقلق دي حرب كبرى بين قضين وبالتالي لابد لها من تدعيات اقتصادية سواء هناك دول استوعبت أو عندها القدرة على استيعاب هذه التدعيات من عدم ومصر من الدول اللي عندها فعلا القدرة وهنتكلم في هذا مش نشعر نتكلم فيه لازم بالضرورة أن تستغل هذه الأزمة العالمية علشان تتحط كده كمدخل لمزيد من الإصارة زي ما الراجل ده بيقول طبعا حط خط تحت 40% يعني 40% ده جاب منين الرقم 40% تاني يوم للحرب 40% يعني إزازة الزيت اللي بعشرة جنيه 140 سوري ب14 هذا ليس صحيحا لأن المجمعات الاستهلاكية حتى الأمس كان زايد جنيه مثلا يعني لا وزيت التموين لم يحدث فيه لا احبتكلم على المدعم ده ده حاجة تانية بص المدعم لم يحدث فيه زيادات انت بتتكلم هنا على سلع بعضها مستورد وضروري أن يلحق بيها بعض الزيادات بتتكلم على برضو كماليات عمر لأن الأساسيات مضمونة يعني مثلا في الدقيق اللي أنا عرضنا في أول حلقة كده بوست للحد في جروب على الفيسبوك اسمه تنجار جملة فالراجل بتاع دي اللي بقول إيه نصيحة الوجه الله أنا يعني أنا أبو صر أقول له أنت بتعرفش ربنا يعني يعني حقيقي طب أنا عارف يعني شوفتها فبيقول نصيحة الوجه الله اللي شغال في تعبية الدقيق يخزن كميات ومش هندم عايز تعرف ليه بقولك خزن كميات تكلمني يعني واضح فكرة اختلاق أزمة ما هو بنفس وجهة النظر أن الأسعار العالمية بالضرورة فيها بصرف النظر عن الأزمة اللي موجودة أو العراق اللي موجود بينك وبيه العالم طب ما هو بالضرورة الأسعار فيه استمرار في الصعود هل معنى كده أن التاجر لابد أن يضع في اعتباره دي سلعة استراتيجية يعني سلعة الناس بتحتاجها هل من المنطقي أو من العادي أن يساهم هذا التاجر في عملية جشع لتحقيق مزيد من المكاسب ده رقم واحد رقم اتنين يا سيدي الظرف الحالي ما مش من المفروض أو مش من المنطقي أن كل واحد موجود على أرض هذه الدولة أو هذا الوطن يبص لمصلحته الشخصية وكل مجتمع وكل أزمة لازم يطلع فيها سريئة حرب بالضبط يعني إذن أن هذا السلوك هو بالضرورة اللي أدى إلى زيادة بعض الأسعار أو أدى إلى ارتفاع في بعض الأسعار لكن تعال ناحية التانية لما يبقى السعر زياد عمري 20 جنيه ونشوف بوستات يعني تعال نشوف نشوف اللي بعد اللي هي الناس اللي موجودة في كندا وابوست راجل في كندا اللي هو اسمه أنجلو آه اللي بيقول ممكن حد يفاهمنا في الأسعار لا لا سوري أنا مش رئاسي هو في اسمه يا صديقي آه عمر صلاح عمر صلاح بيتكلم عن سلبية المواطن يعني لو في زيادة 10 جنيه أنا أفترض أن في زيادة 10 جنيه إضافي وتم الشراء أو تم استهلاك هذه السلعة فبالضرورة التاجر جشع لكن بالضرورة طبقا لمنطق العرض والطلب بدأ بالسلعة بتتباع يعني بالضرورة التاجر هيبقى عنده فرصة أخرى التاجر الجشع هيبقى عنده فرصة أخرى أو دافع آخر لزيادة السعر أكيد ده رقم واحد رقم اتنين البوست اللي هو بتاع الراجل اللي هو اسمه يا صديقي العزيز آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يغلى عشان الدقيق الفاخر التجار بتوقعه والمستوردين حبسينه فمش عايزين كحك وبسكوت احنا دلوقتي هنتكلم على احنا في أزمة عالمية هل هنتكلم على كماليات يعني هل مفترض أن تظل أسعار كماليات اللي هي جاتو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وانت دخل على الرمضان الكنافة اللي بالبسبوسة طيب يعني انت مفترض أن أي دولة رشيدة تحفظ أسعار كماليات وتدعمها لأجل المواطن ولا الواجب الأساسي الأقوى كمان للدولة هو حفظ مسألة الأساسيات تفتكر أن لازم يكون عندنا المفهوم ده يعني بره بتعامل ده لما يبقى فيه غزيادة غير مبررة من بعض الطواقف التجارية أو مبارسات احتجارية بيكون فيه ممنعة هل ممكن نعمل ده مثلاً مع الحاجات الفخيرة السياحية وزي ما بيقل زي ما يقول غرفة المخابز رئيس غرفة شعبت المخابز بيقول ادي إيه اللي عندهم هيساوي سويرات طبعا ده صحيح زي زي صحيح وحصل زي ما عمله الحاملة بتاع خليها تصدي خليها تصدي عشان الأوفر برايس عشان الأوفر برايس ونجحت هذه الحاملات وبالين هو فيه برضو شيء أصلاً هو مش معقول أنك أنت تقول أن الدولة في أزمة يعني العالم في أزمة وأن الدولة تحفظ أسعار الكامليات هذا ليس صحيح مفترض أن الدولة ترعى حقوق الغير قادرين ثم الأكثر احتياجاً ثم تحافظ على أو تدعم منظومة وجود السلعة الاستراتيجية النهاردة مثلاً أنت داخل رمضان طيب إحنا عندنا حوالي 1200-1300 منفذ موجود على مستوى الجمهورية هيزيدوا وصلوا 6000 عمر بالشوادر بتاعة أهل الرمضان بالقوافل المتنقلة أو العربيات المتنقلة اللي بتدي السلعة الأساسية السلعة الأساسية وحتى بعض الكماليات بتلاقي فيها يميش رمضان هي فيها البلح واليميش وكل الأمور لكن بأسعار أقل من 25% لـ 30% ده رقم واحد رقم اتنين توفر السلع الأساسي اللي مفيش عنها استخدام اللي مفيش عنها استخدام لحمة، فراغ، زيد، سكر، الحاجة إذاً من شيء من جزء مهم من مجهود المواطن أو مهمة المواطن هو حملات اجتماعية لوقف جاشع التجار اللي عايز بقى يروح يشتري لفة أمر الدين بـ 60-70 جنيه هو حر عايز يروح يجيب رغف عيش فينه بـ 30 جنيه ده موجود في المجتمع وهو موجود وهذا الشخص قادر إذا كان قادر يروح يشتري ويشتري بالسعر اللي موجود السعر السوق الحر الحر فيه جزء برضو مهم قالك ليه طب ما تخلينا في المهم ده بعض الفاصل فضل العبد اضطرت لها الفاصل